ننتقل الآن إلى الشأن التربوي حيث تجاوزت عملية تصحيح أوراق الباكالوريا لموصن 2015 الوقت المحدد بثماني أيام وصلت إلى ستة عشر يوما وتبينت أن رسبة نجاح لهذا الموصن فاقت تلك المسجلة السنة الماضية نتبع التفاصيل في تقرير هاجرزليلف بعد خمسة أيام من امتحانات شهادة الباكالوريا دخل الأساتذة عبر 73 مركزا لتصحيح إجابات أكثر من 850 ألف مترشحين العملية التي دامت أكثر من 15 يوما بين التصحيح الأول والثاني والثالث والتي كان من المفترض أن تدوم تمانية أيام أسباب كثيرة جعلت عملية التصحيح تأخذ منحة آخر علاقة الفوارق تكون كثيرة لما الإنسان يصحح يكون مثلا إذا كان باكي تنامير فيه مئتين ورقة يصحح أستاذ يكون مثلا علامات والآخر يكون فوارق ما بين يعني وصلت 35% من هذه المئتين هنا يعاد كله التصحيح الباكي كامل يتعاب السنة هذه ليست كما السنوات الماضية لأن هناك خلط في توزيع الأساتذة كان جاء بعض الأساتذة جدد هم جدد جاءبهم من تصحيح وكان يبدو تصحيحوا عودوا وقفهم ذلك كان تباين بين المصحيحين يعني كان أسجاد جديد وأسجاد قديم كان تباين يعني كان فرق كبير بين نقاط المصحيحين الأساتذة المصحيحون وبعد إتمام عملية التصحيح في 6 من جوليا يتوقعون أن تفوق نسبة النجاح لهذا الموسم تلك المسجلة في السنة الماضية توقعات يرجعونها إلى سهولة المواضيع من جهة وكفاءة التلميذ من جهة ثانية يعني هذه السنة تكون نسبة شوية عالية على السنة اللي فاتت والسبب يعود إلى طبيعة الأسئلة لأن هذه السنة الأسئلة كانت في الإشكاليات المحوارية هناك تلميذ كانت التي تحصل إلى العشرين في الأدب العربي شعبت الرياضيات تحصل إلى العشرين يعني أول مرة هذه النقطة التي تحصل عليه أكيد أن قلوب الممتحانين في باكالوريا 2015 مجدودة إلى تاريخ العاشر من جوليا وهو موعد إعلان النتائج تاريخ يأمل فيه الجميع أن تكون النتائج مرضية ترجمة نانسي قنقر